السلام عليكم يا أخوة مساء الخير أزوف اللون اليوم نحن أعطيكم معلومة تفرح بالبزاف اليوم الخوة الريقبي الجزائري رياضة الريقبي والمنتخب الوطني الجزائري يصنع لحدث ويدخل في التاريخ المتخب الوطني الجزائري يتآهل رسميا إلى النهائي كوكاس الأمم الأفريقية التي تجري في عاصمة لوجوندا في كامبالا هذا يا أخوة تآهل تاريخي للريقبي الجزائري اللي هو تاريخ ما زاله تطور هذه كانت مشاركة رقمتينين بحيث في المشاركة الأولى تستطيع المتخب الجزائري في فرنسا تحصل على المرتبة الثالثة بعد ما فاز على المنتخب الزيمبابوي لكن اليوم المنتخب جزائري يستطيع أن يفوز على منتخب الكيني بعد ما كان بعد ما كان عنده في الشرط الأول كان خسر بفرق تا ربعا نقطة ودار في الشرط الثاني قاوي وقاوي جداً ولم يستطيع منتخب الكيني يسجل على المنتخب الوطني الجزائري أي هدف وسجل المنتخب الوطني الجزائري طناش من هدف ويفوز في النصف النهائي على المنتخب الكيني ويتآهل إلى النهائية راح تكون النهائي التاريخي راح يكون يوم الأحد القدم ضد المنتخب الزيمبابوي المنتخب الزيمبابوي والسبق اللي فزنا عليها كما قلت لكم في الكأس الإفريقية الأخيرة المرتبة الثالثة ميائي الصغيرة هذا فوز تاريخي لأن المنتخب الجزائري ما هذه إلا المشاركة رقم 2 على المستوى الإفريقي يعني رياضة ما زالها في تطور صغيرة طبيعة الحال اللاعبين تواعنا هم جزائريين بلا مئة في المئة يدعبوه في فرنسا لأنها كانت تقافة كبيرة في فرنسا تاريخبي وإن شاء الله هاد ال هاد ال إنجاز هدايا راح يسمح للكرة القدم للكرة الريكبي 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 الجزائري في الجزائر فبوستيل كما قلوا وتكون حقيقة رياضة هذه في الجزائر زمال كان في وقت فرنسا كانت كانت ريكبي في الجزائر كانت يعني سبقاتيق شوفوا الغوا في هاد ال 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 داير كيفاش دايري الفورما كانت تدخل مباشرة في ربع نيائي ثم نص نيائي ثم نيائي في الربع نيائي فزنا على المتخب كود ديفور آآ آآ أعطيكم آآ آآ مونديال آآ آآ متخب الجزائري لأنه كنا قبل ما تبدأ هاد ال كمبيتيسيون كنا عشرة آآ المنتخب اللولاني هادك أور كاتيغوري هادك مايشاركش في البطولات الإفريقية فرسكو سي أور كاتيغوري هادنا نهضرو على أول المنتخب العالمي وهو المنتخب الأفريق يسود المدعي بالسبرينج بوكس عندكم الاسبرينج بوكس تالأفريق يسود عندكم لوالبيس تالأسترالي وعندكم الأول بلاك تالنوفزيلوند دونك الأفريق يسود ما تشاركش لأنها أول كاتيغوري عندكم الأفريق يسود المعدات الانتال الكينيا وعندكم ناميبيا وعندكم تانيت زينبابوي وعندكم تانيت كود إيوار وعندكم تانيت المروك وتونس والسينيغال يعني احنا كنا في المرتبة العاشرة وفزنا عليهم كم يعني bravo للزم هذا هذا سي بريمان سي تري 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 انكوراجان سي استوريك خوتي يا خاوة ما تلبوش مني باش ندخلكم في التحليل التقني لانه ما قلتش عليكم دعيف ما نعرف قليل نعرف غير دي منزل ركبي اذا نخدمي الناس المختصين احنا مشي كماشي الناس ندخلو في عمار خاطئنا شاكال سوميتي والي فاش سرون بيان غاضي سي برسا جانفيت الناس لما تسمعوا الفيديو اللي عرفوا ركبي اللي فهموا مليح الركبي يناورونا بالمعلومات التقنية اللي دي تاي تيكنيك دونك سطحيا انا قولكم باللي مبروك علينا درنا شوت قوي جدا وزيمبابوي فريق قوي يعني انتامي كما بلدان كما لفريق جسود زيمبابوي هادو عندهم صفاة زيلاند بكري هادو عندهم تقافة الرجبي وبعد ما كونا خاصرين موزيماجيني كانوا ربحينا بكات بيد ديكار ولينا وفزنا ادن نهائي سيكون يوم الاحد واذا فاز المتخب الجزائري ديجا راح تخل في الطوب دو ويكمل هكدا يدخل في الطوب وان وربما يروح يشارك في كأس العالم اوك لغو تنور اللي هوما لأفريق جسود لأستخالي نووال زيلاند لأفرانس لبيد ديگال لأكوس كما تعرفو بكري كنكين لترنوى دي سي ناشون دو كبرو ومن سوش لبيد دي رجبي فلسيان ومقصفيك لما لزيرفجي لليسامواء هادو عندهم براو صفاة حتن حاجة تشرف ببزاف وان شاء الله السلطات المحلية في البلاد يطوروا الرياضة التعريق بي في الجزائر وخاصة يعطيوا كل بإمكانيات لهذا المنتخب التعريق بي لأنه يكمل هكدا يجبوا قارنتي باللي على عامين 4 سنين 5 سنين قدروا يقولوا ندخلوا في الطوب مونديال السلام عليكم لحطكم الفيديو ولي يعرف مليح يعني خاصة صراحة يعرف مليح اللي يفهم مليح الريقبي والضومي التكنيك ننورنا بمعلومات فعلى خير إلى الملتقى